هذا وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية لمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ويعد مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة قاطرة مصر الزراعية وبقورة مشروع الدلتة الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائد إلى الخارج ويسهم في تقليل فترة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة هذا وقد حرس الرئيس السيسي على التقاط صورة تفكارية في إطار خطة الدولة لتعمير الصحار الشاسعة القابلة للاستصلاح وبالتنصيق مع وزارة الموارد المائية والرية نفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عددا من المشروعات التنموية منها الاستصلاح الزراعي من الدلتة وحتى بن سويف والمينيا ومحافظات الصعيدة مشروع مستقبل مصر لهدف رئيسي هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية متعددة وأيضا التنمية الزراعية اللي احنا النهاردة بصدد الحديث عنها فاحنا بنتكلم عن الأهداف فهو ده الهدف الرئيسي للجهاز ولتعظيم الاستفادة من المورد المائي والاستغلال الأمثل للمياه يعتمد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على الزراع بأنظمة الرأي المحوري والرأي بالتنقيط والزراعة تحت الصوب بأنظمة وتكنولوجيا الرأي الحديثة نحن نمسك قطاع بطاطس تمام والحمد لله رب العالمين البطاطس من أهم المحاصيل الاستراتيجية في العالم كله وبالنسبة لجهاز مشروع مستقبل مصر ده من بسم الله من أول بدأ المشروع والناس كلها في زيادة جدا وفي زيادة انتاجية رهيبة بنختار الأراضي الجيدة اللي صالحة للزراعة وبنبتدي نوزحها بعد كده بناء على تحاليل المية بنوزح تزرع بطاطس تزرع أمح تزرع شعير نحن نزرع هنا محاصيل متعددة جميع أنواع المحاصيل طبيعة الزراع هنا العمل على الاستراتيجية زراعة الحبوب أهمهم الأمح والزورة والفاصولية والفلسطوية نحن نعمل دورة زراعية طبعا للزراعات في أرض والمياه تصلح للزراعة البطاطس وزراعة الفلسطوية وفي أرض زراعة البنجر والأمح والفاصولية وكده في المرتبة الأولى بالنسبة للمحاصيل الحبوب المحاصيل الاستراتيجية على رأسهم طبعا في المقدمة محصول الأمح ومحصول الزورة الشامية ومحصول الفلسطوية وعباد الشمس اللي هي المحاصيل الزيتية والسمسم وفول السوداني أهم ما يميز مشروع مستقبل مصر في الزراعة هنا رقم واحد التربة خصبة جدا جدا خالية من الحشائش خالية من الأمراض رقم اتنين أن مصادر المياه عزبة مفيش ارتفاع في الأملاح بنستخدم هنا طرق الري الحديثة زي ما انت شايف حضرتك كده ده اللي بيفود من أحدى الطرق الري الحديثة الغرض المحاصيل المتنوعة دي كلها سد الفجوة الغزائية وتصدير بعض المحاصيل والعمل على توفير العملة الصعبة من بين جهود الدولة لتوسيع رقعة الزراعية ياتي نشط جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كأحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية بمساحات وصلت إلى ما يقارب من ثمانمائة ألف فدان من الأراضي المستصلحة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتقليل من فاتورة الاستراد